على وقع صواريخ التفتيت لجهود الحفاظ على الأمن القومي يدل رئيس الوزراء بأول تعليق له على قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ متوعدا الجنات بالمحاسبة والوصول إليهم وعرضهم أمام الرأي العام يعلن القائد العام للقوات المسلحة موقف الرد الحاسم والمواجهة العلنية استمرار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب بهدف القضاء على ما تبقى من جحوره يصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الصواريخ بالعبثية التي يحاول المخربون من خلالها إعاقة تقدم الحكومة وإحراجها لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات الثناء على جهود القوات الأمنية البطلة بكل صنوفها وهي تربط الليلة بالنهار في ملاحقة الإرهاب وخلاياه في حديث الكاظمي وتحديه باسم العراق وقواته الأمنية وحكومته وشعبه يعلن العزم على الاستمرار في مواجهة وباء الإرهاب والفوضى كما هو وباء كورونا وبين تفاصيل السطور يرسل الكاظمي رسالة واضحة لصناع التخريب أن المواجهة مستمرة ولا يثني التخريب الجهود في مواجهة خطر الوباء الصحي مشددا على التزام المواطن حتى يعيش العراق سالما بأهله وشعبه كما هي المسيرة بالوصول إلى القضاء التام على الإرهاب واستقرار أمن شعب الرافدين ومع أسبوع يصاعد الخروج على القانون إشعال الحرائق وتفجير الحقد وتحقيق مآرب داخلية وخارجية فإن الخطر بات حقيقة دموية حدثت في أربيل وقاعدة بلد وبغداد بعد هدوء دام لشهرين ما يفسر حقيقة محاولات داخلية وخارجية لمشوار الاستقرار والقرار محاولات داخلية وخارجية 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 محاولات داخلية وخارجية